ناس كتير بعد مطش الاهل مبارع طبعا والنتيجة والاداء المخيب للامال ناس كتير انقسمت ما بين اختلافها مع الناس اللي انتقدت الادارة والفريق وناس شايفة ان احنا المفروض نقيد الادارة ونقيد الفريق في اي شيء بيحصل او نهاجم الفريق لكن ما نهاجمش الادارة ولو حضرتك مستني مني في الحلقة دي ان انا ما انتقدش الادارة فانا بعتذرلك الحلقة دي مش ليك لان انا من حقي كمشجع ان انتقد الادارة طالما بتكلم في حدود الادب والاحترام وحب النادي الاهلي ما بزيدش على حضرتك ان انا بحب الاهلي اكتر منك او انت بتحب الاهلي اكتر مني كلنا بنحب الاهلي وكلنا بنحب الاهلي بطرقيتنا وبشكلنا كل واحد بيحبه بالشكل اللي هو شايفه ان ده حبه للنادي الاهلي ولكن زي ما قلنا دايما الاهلي فوق الجميع يعني الاهلي فوق مصلحتي وفوق مصلحة مجلس الادارة وفوق مصلحة اللعيبة الاهلي يبقى اولا وقبل ما نبدأ الكلام ما تنساش تعمل فلو وتعمل لايك عشان واضح ان في حركة على الصفحة كده مش طبيعية فاعذرنا لو بنطلب الطلب ده اللي يعني انا ما بشوفوش طلب يعني ضروري ولكن مضطرين الفترة اللي جاية نطلب الطلب ده وتعالى نتكلم مجلس ادارة النادي الاهلي كلنا نقل له كل الاحترام والادب والتقدير وانا اكتر واحد طلعت اشدت بمجلس ادارة النادي الاهلي في بدل الموقف عشرة وانا برضو نفس الشخص اللي طلع انتقد مجلس ادارة النادي الاهلي في بدل الموقف عشرة وفي الحلقات اللي هي كنت منفعل جدا ولكن محدش هيزايد على حبي لكابتن الخطيب مسلا او حبنا لكابتن الخطيب ان انا راجل انا راجل عامل حلقة كنت بشرح فيها موقف ازاي ان عاملت كابتن الخطيب في الشارع وان انا قد ايه كنت فرحان وقد ايه الراجل ده عنده انسانيات وقد ايه الراجل ده محترم وقدي الراجل ده اخلاق وقدي الراجل ده موجود في زمن غلط. زمن الجو العام للرياضة لا يصلح لوجوده. نتيجة ادبه ذات. ولا انا مش طالع ببرر عشان الناس ما تبتكرش ان انا ببرر ان انا اه يعني او بتراجع عن انتقادي. لا انا لن اتراجع عن انتقادي لمجلس ادارة النادي الاهلي الذي يخطئنا. لان احنا مش هنعمل زي الناس التانية. احنا مش هندفل نفسنا في الرمله. احنا مش هيبقى عندنا اخطاء ومشاكل وهنطلع نطبل ونسقف. لا. خالص. انا مش هيبقى عندي ازمة وازمة وطحة. وازمة كبيرة وهطلع اتفرق. في وقت احنا عارفين بنبقى محتاجين ندعم بندعم. وقت محتاجين نشكر بنشكر. وقت بنقول في نقطة غلط وفي نقطة مش طبيعية هنقول ان في غلط ونقطة مش طبيعية لان احنا زي ما قلنا يهمنا مصلحة النادي الاهلي. الاهلي فوق الجميع. فان حضرتك شايف ان انا ما ينفعش اهاجب مجلس الادارة صح لو انا راجل بغلب فيهم بشكل شخصي. ده شيء مرفوض شكرا وموضوعة. لكن طول ما احنا بنتكلم في حدود في حدود الادب والاحترام فانا من حقي اقول رأيي كمشجع. زي ما انا من حقي زي لما انا بكون فرحان بفتكر مجلس الادارة وبفتكر اللعيبة وبرفحهم عن راس زي لما يغلطوا. انا لازم اقول انهم غلطوا. وحط اصباعي مكان الغلط. واقول في غلط هنا وفي غلط هنا وفي غلط هنا. ده امر طبيعي جدا. ما ينفعش يكون عندنا ملف انتقالات. بيحصل فيه الكلام بقاله اكتر من موسمين بنفس الشكل وبنفس الطريقة ونرجع نقول السلاقة ما ينفعش تكلم الادارة. لا ده مسئولية الادارة. ما ينفعش يبقى عندي مشكلة في ملف الجماهير. اللي فيها مشاكل في حضورها. ان كان جزء من الربطة. ان كان جزء من الامن. ان كان جزء من اه الاتحاد. ايا كان المشاكل اللي بتواجه. او من تذكرتي ايا كان المشاكل اللي بتواجه الجماهير النادي الاهلي. لما يكون عندي ازمة واضحة وصريحة. بيتم الحديث عنها لدرجة ان المدير الفني بيطلع يقولها. والادارة سكتة. لان المدارة بقاله اكتر من دخل نص الموسم اللي فات. وبداية الموسم ده. والادارة سكتة يبقى الادارة عندها مشكلة ولازم اطلع اتكلم لان احنا عارفين ان اللعيب رقم واحد هو جموش. لما يكون الادارة عندها مشكلة في بعض المشاكل اللي بتحصل جوه الفريق وجوه نظام الفريق اعتقد ان احنا لازم نطلع نقول ان فيها مشكلة عند الادارة. تيجي تقول لي افرض ان الادارة في يناير جات جابت صفقات نارية اللي احنا بنستناها واستنناها وكنا ورا الادارة. وما جاتش. انا بقول لك اهو. طب افرض الادارة جات في يناير جابت جت صفقات نارية. ست سبع صفقات نارية. اول واحد هيطلع يسقف للادارة واقول ان الادارة فعلا في يناير انقاذت الموقف. الادارة اجادت الموقف. ايه العيف ده? ايه اللي بيدر النادي في ده? فييجي حد يقول لك لأ السن تا كده بتخلي المنافس لا يا فندم اولا اولا انا ما عنديش منافس عشان بس نبقى متفقير. انت ما عندكش منافس. انت ما بتنتقد بتنتقد عشان ما تنزلش. للي بيتقال عليه منافس. لان هو كده كده في الوحي. وهيضل في الطين. لكن انت نزله عشان بس الناس تفرق. هو مش طلع لي. او هو مش فوق وانا بقول ده هو بقى احسن. لا 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 لا. ده انا اللي نازل للسوق بداء. لكن هو هو ما طلعش ولا هنفع يطلع ولا هيعرف يطلع. لان هو كده كده عايش في منظومة كلها غلط. قيمة على مين بيساعده. لكن انا بنزله لي? لان انا تادي اخد حاجات من صفاته. تادي اعيش في نظرية المؤامرة بشكل كامل مية في المية. بقولكش ان في عوامل خارجية? في عوامل خارجية. لكن ده لا يمنع ان انا لما يبقى عندي تأثير ما سيبش تأثيري. وقول ما هالمشكلة في العوامل الخارجية وبس. زي ملف التحكيم. عندنا كرسة في ملف التحكيم. تتحملوا مجلس الادارة. ليه? لانه بيحصل بدل المرة عشرة. ومجلس الادارة لا يحرك ساكنا الا في مرة. وطلعنا اشدنا بيها. الا في مرة وطلعنا اشدنا بيها وتكلمنا عليها. يبقى ما ينفعش يبقى انا عندي ده. ملف التحكيم وما اذكرهش هذكره. لكن ما اقولش ان التحكيم هو اساس كل شيء. وانكر دور اللعيبة في سيئة الاداء. ما هو? ما هو? انا منطق بيقول ان انا مفروض اسكت على ده? هنا اللي احنا بنتكلم فيه او بنوضحه. فبعد اذنكم بلاش الناس تزايد على بعض. بلاش الناس تقرهنا في حبنا لكابتن الخطيئ. انه لا ينتقد. ومجلس الادارة لا ينتقد. لا يا فاندن. مجلس الادارة في اخطاء بتحصل. اخطاء كلنا شايفينها. في اخطاء وفي احداث بتحصل جوه النادي الاهلي. بقول لك شان انا صحفي ولا بقول لك ان انا راجل بتحصيات راجل مشجع ولكن ربنا يعني بيكرمنا وبينكون يا سيدي بالصدفة. بنكون سبب في ان احنا نبقى عارفين اللي بيحصل ده. ما بنطلعش نقوله عشان ما نهدش استقرار الفريق. ومع ذلك ما تجيش بقى انت تقول لي قص لأ انتوا كده بتهدوا المعبد. لا احنا ما بنهدش المعبد. احنا بنصحح المصار لمصلحة النادي الاهلي من وجهة نظري كمشجع. ده رأيي. ودي وجهة نظري في ان الادارة عندها اخطاء يجب تصحيح له افطاء. فكرة احنا حد يطلع يقولك لا اص الاهلي بيتحارف محاربة انت مش متخيلها. ما عنديش مشكلة. مش قد المسئولية ما تشيلش يا فت. انا اسف. مش قد ما تشيلش. او اطلع صارحني. يقول لي انا عندي ازمة واحدة اتنين تلاتة. وانا وراك. انا كده كده وراك. انا كده كده ورا الفريق. احنا كده كده ورا النادي الاهلي. احنا مش ورا اشخاص. احنا ورا النادي الاهلي. دي خلاصة القصة بمنتهى الهدوء. فارجو من الناس. ان سيب الناس وتعبر عن رأيها. محدش يطلع يقول لأ ما ينفعش. ولأ ينفع كل شي. هتقول لي طب ما انت بتهاجم الناس اللي مسلا بتقول ان انتو المفروض ما تنتقدوش. لا خالص. انا سايبه يقول رأيه. هو شايف انه مفروض ما ينتقدش. والمفروض انه هو يدافع عن الادارة. في وقت الادارة فيه مخطئة. وانه هو يبقى انا بقولك فهو يا بخت من بكاني ولا بكى الناس علي. فان انا ابكي الادارة دلوقتي احسن ما انا والادارة يبقى بيتضحك علينا. اعتقد ان ده شيء مهم وضروري جدا. فان انا انت بقى شايف انك عايز تعمل ده. اعمله. اعمله. لكن ما تطلعش تقول لي وانت ما تنتقدش. انا انا مشكلتي في انت تطلع تقول لي ما تعملش ده. وده الصح. انا بطلع اقول لك ان ده الصح? انا ده رائي وده وجهة نظري. وهطلع يعملها. وانا شايف ان ده الصحي والطبيعي من وجهة نظري. اللي قد تكون قطع مية في المية. وقد تكون انت اللي صح مية في المية. صح. احترم رائي زي ما ما بحترم رائيك. وزي ما بقول لك. احنا زي ما بندعم الادارة واحنا فرحانين وكسبانين ما بننسris hoy مش ما بنقولش ان احنا اللي جيبنا المكسب. بنقول ان اللي جاب المكسب مجلس الادارة واللعيبة. وبنقف فرحانين ليهم زي لما هيجي الانتكاسة والدلع والمرقعة والقرف اللي احنا بنشوفه في الملعب هنقول ان اللي مسئول عنه مجلس الادارة واللعيبة والامور واضحة وصريحة للجميع مش محتاج اقول مشاكل انا عرفها من جوه النادي الاهلي في اللعيبة والادارة عرفاها ومطلتش فيها موقف مش محتاج اقول اللي حصل في كاس كاس مصر اللي كان فيه سوارش اللي اخترناه واللي كان متقال من اللعيبة لو كذبه مش محتاج نقول تفاصيل كتير عشان نقول ان احنا صح لان احنا زي ما ما قلناش ده في وقته عشان ما ناخدش اللقطة على حساب استقرار النادي الاهلي مش هنقول ده دلوقتي عشان ناخد اللقطة على حساب انتقاد مجلس الادارة احنا بننتقد للنادي الاهلي وبنفرح للنادي الاهلي للاشخاص ولا الاسماء وارجوا من جماهير النادي الاهلي كفانة احتفال بالقضية ممكن لان صدقني ده اللي وصل اللعيبة لحالم التشبع لان هم شافوا ان الجماهير فرحانة بالقضية ممكن وخلاص مش هنعمل حاجة تاني شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم وان شاء الله وباذن الله اشوفكم في حلقة جديدة من المشانكة سلام موسيقى موسيقى